بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانى إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا الأدب من أحسن خصال المسلم وتأدب المسلم وتخلقه بأخلاق الإسلام هو عنوان فلاحه ونجاحه يقول الإمام بن القيم رحمه الله أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة قيمة التأدب مع الناس ويصرنا في مستهل هذا اللقاء أرحبا بضيفنا سعادة الأستاذ الدكتور موفق بن عبدالله كدسة الأستاذ بقسم الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة فأهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسعداء جدا بهذه وحي الله لإخوة المشاهدين والمشاهدات ولقاء وتجدد إن شاء الله ونسأل الله التوفيق والسلام اللهم آمين شيخنا لعلنا نبدأ بالحديث التأدب مع الناس لعلنا في البداية نتحدث يعني اهتمام الإسلام بالأخلاق والآداب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الحقيقة هذا موضوع مهم جدا 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 لأبعد الحدود لماذا؟ أولا لأن الإسلام هو دين الأداب ودين الأخلاق ما من خلق حسن إلا والإسلام دعا إليه ولا خلق سيء إلا والإسلام حذر منه بل أستطيع أن أقول أن الإسلام هو كتلة من الأخلاق شريعتنا هي شريعة الأخلاق لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق إنما بعثت متمما لصالح الأخلاق لذلك الإسلام هو عبارة عن أخلاق وهذه الأخلاق تحكم علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى أدب مع الله عز وجل أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب مع الآخرين أدب مع النفس فكل جوانب الأخلاق هذه اهتم بها الإسلام أي مهتمام ولذلك أنا أقول أن الأخلاق هي عبادة نتعبد لله بها الأخلاق عبادة لا تنفك عن باقي العبادات يعني لا يظن أن المسلم أن الأخلاق هو ترف اجتماعي أو ترف أسري أو ترف نفسي لا لقد كان في رسول الله أصوة حسنة نعم عبادة يؤجر عليها يؤجر عليها إن فعلها وإن فعل ضدها يأثم الله أكبر لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق أو لصالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام ولذلك اهتم الإسلام بهذا الجانب أي مهتمام أي مهتمام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها آمين قال تقوى الله وحسن الخلق الله أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق إذن هذه عبادة عظيمة مقترنة نعم في درجة التقوى ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار عافان الله وإياكم منها قال الأجوفان الفم والفرج شاهدي هنا أن أكثر ما يدخل الناس للجنة تقوى الله وحسن الخلق ولو لم تكن الأخلاق عبادة وعبادة عظيمة لما وصلت بالإنسان إلى هذا المستوى يعني سؤال من منا يستطيع أن يصوم الدهرة ولا يفتر ويقوم الدهرة ولا يفتر لا أحد لكن المسلم بأخلاقه وأدبه وسمته وتخلقه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يصل هذه الدرجة قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائب الله أكبر إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائب هذه التي لا نستطيعها فعلا للإنسان ضعيف ضعيف ما يستطيع أن يصوم الدهر ولا أن يقوم الدهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى أرشدنا وهدان إلى هذه القضية البسيطة حسن الخلق الإنسان يدرك بحسن خلقه درجة القائمة الصائم بل يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين الأخلاق لا أظن كما أقول أن الأخلاق ترف فكري ولا اجتماعي لا هي عبادة نتعبد الله بها يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم الخلق أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم الخلق وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله الحقيقة الحديث عظيم جدا يبين أن كلما زاد الإيمان زادت الأخلاق ثم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضية مهمة قال وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وهنا أشير إلى قضية مهمة جدا أنه بعض الناس قد يكون صاحب أخلاق عالية مع الآخرين لكن مع أهل بيته وحش كاسر وفعلا تأتيني كثير من المشاكل والاتصالات إيش يكون السبب في ذلك الدكتور هنا خلل في التربية ومراقبة الناس قبل مراقبة الله أنا أستطيع أن أخرج الآن قدام المشاهدين بالسمت والمشلح وأظهر بشخصية جميلة وداعية وإمام وخطيب أستطيع كل إنسان يستطيع أن يتخلق بالصورة التي يريدها لكن تريد أن تعرف حقيقة حقيقة أنظر إلى أخلاقي مع أهلي هنا تظهر صورة الحقيقية أنا أستطيع أن أتزين وتصنع أي شخصية لكن حقيقة مع أهلي ستظهر كيف فلان يتعامل مع أهله كيف سمعته في بيته تظهر لأنه قدام زوجتي وقدام أبنائي ما تصنع يكون على طبيعتي على طبيعتي وعلى سليقتي فتظهر شخصية الحقيقية أما أمام الناس أمام القنوات أمام المشاهدين أمام الجمهور أستطيع أن أظهر بشخصية لذلك النبي أكد قال وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إذا أنا ما في خير لأهلي فليس لي خير في الناس ولذلك هذه قضية مهمة ولذلك أولى الناس بأخلاقنا وتعاملنا الحسن وأدبنا ولطفنا وسمتنا أهل بيتك أقرب الناس إليك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق إذن أهل بيتك هم أولى الناس بأخلاقك قبل الآخرين حتى الآخرين لكن أقرب الناس لك أنك وحتى دكتور يعني هو فصل أيضا مع الأدب مع الوالدين مع الزوجة الأبناء كلما كانت الدائرة قريبة منك كلما كانوا هم أولى بك يعني بعض الناس يعني يتعامل مع الآخرين تعامل راقي ياخي تعامل أيضا مع أهل بيتك تعامل راقي لا يأخذوا لأهل يتحملوا وإن كان رصوص الله قال وخيركم خيركم لأهله وكلما اقتربت الدائرة من الفرد كلما عظمت الأمانة لذلك إنسان يكون صاحب أخلاق عالية أولا مع والديه أول شيء مع والديه الأمر الثاني مع زوجته وأبنائه وبناته ثم مع إخوانه وأخواته ثم مع عماته وأعمامه ثم الأقرب في الأقرب بإضافة إلى الجيران حتى الجيران حتى الجيران قبل يومين ألقيت كلمة فجاءني رجل قال يا شيخ أنا أشكو مما ذكرته وأنا كنت تكلمت عن قضية أنه بعض الناس قد يكون عنده سمات الشخصية المسلمة لكن ما عنده الأخلاق العالية وهذه مشكلة بعض الناس صاحب لحية وثوب قصير والسجدة في الجبهة وسواك وما شاء الله معروف في المسجد في الصف الأول لكن أخلاقه سيئة هذه كارثة هذه كارثة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون في الأرض في ثلاثة فساد عريض ما قال خلقه وماله ولا نسبه قال خلقه ودينه وخلقه طيب بعد ذلك أنه في ناس قد يكون عنده دين وما عنده أخلاق نعم فيه ناس قد يكون عندهم دين لكن أخلاق ما فيه هذا ما تزوجه إنسان عنده أخلاق ما عنده دين أيضا ما تزوجه طيب كيف يكون عنده دين وما عنده أخلاق إليك الشاهد من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون من المفلس قالوا المفلس مننا من لا درهم له ولا متاع ما عنده ولا قرش ما عنده مال ما عنده مال فقال صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى قضية مهمة قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة آه في دين وفي رواية بحسنات كالجبال فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقدف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا أخلاق ما فيه الدين موجود صلاة وصيام وصدقة لكن الأخلاق مفقودة محصلة فيقول فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم قذف في النار والعياذب هذا الإفلاس لذلك لا بد من وجود الدين والأخلاق وأقول بكل مرارة ولتعذرني أنت وليعذرني المستمعين الكرام ومستمعونك الأكارم نحن أمة الأخلاق عندنا أزمة في الأخلاق أقولها بكل أسف إلا مرحمة ربي نحن عندنا أزمة أكبر دليل على ذلك لو تذهب إلى أي محكمة الآن وتسأل عن عن أعداد القضايا في كل سنة تجد كل سنة أكبر من التي قبلها أنا قمت بإحصائية في أحد المحاكم لمدة عشر سنوات عن عدد القضايا الموجودة في هذه المحكمة فوجدت أنها تتزايد 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 هذه كارثة نحن أمة الأخلاق نحن أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم طب لماذا هذه المشاكل لماذا هذه الشكاوى لأن حقيقة روح الإسلام ضعفت عند الكثير أصبح الإنسان يتعارك مع الشيطان والآخرين طب لماذا لما نزل قول الله تعالى خذ العفوة وأمر بالعرف وآرض عن الجاهلين طبعا بالمناسب يقول العلماء هذه الآية اجتملت على كل الأخلاق الحسنة فعلا والأخلاق السيئة تركا هذه الآية فقط لما نسألت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ماذا أراد الله بهذه الآية فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك الله أكبر هذه أخلاق النبوة و لذلك نحن نحتاج أن نفعل مثل هذه الأمور نعم بارك الله فيك لعنا نستأذنكم في فاصل القصير ثم نواصل وإياكم مشاهدين الكرام فابقوا معنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها القرآن الكريم كلام الله ووحيه ورسالته إلى خلقه وحبل الله المتين وهو هدى ورحمة ونور وبلاغ وبصائر وفرقان وموعظة وهو الذكر الحكيم قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون وقال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا نتناول في هذه الحلقة الحديث عن التأدب مع الناس نرحب مجددا بضيفنا الدكتور موفق كده سحياكم ودكتور أهلا وسهلا ومرحبا نحياكم إذا نتحدث عن أهمية الأخلاق والآداب واهتمام الإسلام بهذه الأخلاق والتعاملات لعلنا نأخذ مزيدا من هذه التفاصيل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم على عبدك ورسولك محمد ما زلنا في هذا الباب وهذا الباب أنا أقول كما قلت هو من أعظم أبواب الإسلام أبواب الأخلاق والآداب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عجيب جدا ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق طيب نتوقف قبل أن نكمل الحديث طيب أين التوحيد وأين الجهاد في سبيل الله وأين قيام الليل وصيام النهار هذه كلها داخلة داخلة في أبواب الأخلاق ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق إذا جاء حسن الخلق جاء كل خير بعده إذا جاءت الأخلاق العظيمة في النفس عامل الإنسان ربه قبل أن يعامل نفسه تأدب في تعامله مع الآخرين تأدب في تعامله مع نفسه حتى في خلوته تأدب كذلك في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كل خير يأتي بعد الأخلاق لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء يبغض الفاحش البذيء صاحب فحش وبذاء هذه ليست من أخلاق الإسلام أخلاق الإسلام الأخلاق الحسنة السمت الحسنة الكلمة الطيبة التعامل الراقي الابتسامة الابتسامة لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم أنا ما أقدر أسعى الناس بمالي مهما أتيت من مال لكن بأخلاقي بتعاملي بسمتي بردة الفعل الجميل الطيبة أستطيع أن أحتوي الآخرين أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسانا النبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنة في مكة وهو يسمى بالصادق الأمين ما وجدوا عليه زلة ولا كذبة ولا خيانة ولا تقصير لذلك ما استطاعوا أن يطعنوا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا بأبي وأمي ونفسه صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجد دائما يحفز الأمة إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من قال أحسنكم أخلاقه الله أكبر من من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقه ما قال الصائمون القائمون المتصدقون الباذلون لا شك أن أعمال عظيمة لكن النبي يركز صلى الله عليه وسلم على الأساس الأخلاق إذا جاءت جاء كل خير لذلك لو نظرنا في التاريخ الإسلامي كيف دخل الإسلام إلى شرق آسيا مئات الملايين الآن ما دخل عن طريق الجهاد أو الفتوحات الإسلامية إنما دخلت عن طريق الأخلاق ولذلك الإسلام ينتشر في أوروبا بماذا بالسيف لا بالقوة لا بالأخلاق تعجب ونجس مع بعض المبتعثين يحدثون كيف يتأثر الآخرون بهم وبتعاملهم وبابتسامهم وبتعاملهم بالحسن فيدخلون في الإسلام بأيسر الطرق لماذا الناس في حاجة إلى هذا الدين نحن ينبغي أن نحرص أن نكون دعاة خير ودعاة إلى أن يدخل الناس في هذا الدين أفواج الناس مساكين الناس يعني في جفاء وفي انحراف وفي ظلمات بعضها فوق بعض من نجاه الإسلام والطريقة الأخلاق الحسنة لما سئل ابن المبارك رحمه الله عن الأخلاق ماذا قال؟ قال ثلاثة أمور بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى هذه الأخلاق بسط المعروف بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى ما هي صعبة نعم ولذلك هذا باب عظيم جدا من أبواب الدين يستطيع الإنسان من خلاله أن يترقى إلى الفردوس الأعلى يعني البذاء والشدة والقسوة ليست في ديننا قد يقول قال يا شيخ أنه يعني فلان شتمني ضربني أساء لي لك في رسول الله أسوة حسنة والله وبالله والتالله لن نكون أفضل من رسول الله في ردود أفعالنا أبدا لا والله اليوم كنت أقرأ في سيرة حمزة رضي الله عنه أرضا لما جاء الخبر إلى الرسول ذهب فنظر إلى حمزة يقول جابر سعق الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة مقتول مبقورة بطنه مجدوع أنفه مقطوعة أذناه فصبر واحتسب ثم قال والله لئن أظفرني الله بقريش لأمثلن بثلاثين منهم غضب عائل هو بشر صلى الله عليه وسلم هذا عمه وأخوه من الرضاعة وصديقه وحبيبه لكن الله سبحانه وتعالى قال ليس لك من الأمر شيء والله عز وجل دبائفين عاقبتم فعاقبوا بثلما عوقتم به ورأي صبرتم فهو خير الصابرين فالنبي صلى الله عليه وسلم عاثى وكفر عن يمينه الآن تخيل أنت الآن عمك وأخوك من الرضاعة ومن أقرب الناس لك أسد الله ورسوله سيد الشهداء رضي الله عنه وتراه بهذه حتى أنه قال الزبير من العوام رد صفية لا تراخها صفية هي أخت حمزة وأمه الزبير قالت وما لي أصبر وأحتسب لما وقع له انظر حتى قوة إيمان صفية رضي الله عنه وأرضاه لكن ما دعاه ذلك إلى أن ينتقم وكان له أن ينتقم لكنه صبر وعفى هذا ديننا ليست هي مقيص ضعف وجبن لا بل القوة القوة أنك تستطيع أن تنتقم وتعفو الله أكبر نعم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ولذلك أعود فأقول الأخلاق لها مكان عظيم في ديننا حينما تعفو حينما تصفى حينما تغفر فأنت ارتقيت إلى المراتب العليا المأمون خرج عليه رجل وأهدر دمه فقبض عليه وأتي بيلي إليه مكبلا عند المأمونة والخليثة فاستشار الذين حوله ما ترون أني أفعل بهذا الذي خرج علي وقاتلني كلهم أشار عليه بأن يقتله إلا رجل سكت قالوا أنت فلان ما عندك فسكت قال عفني يا أمير المؤمن قال عزمت عليك إلا أن تقول قال يا أمير المؤمنين إن قتلته فأنت مثلك مثل غيرك وإن لم تقتله وعفوت عنه فليس أحد مثلك أن تتمكن من عدوك وتعفو عنه فاتهلل لوجه المأمون وعفى عنه وأجازه وخلع عليه شوف القمة في الرقي كل الذين حول المأمون هذا عدوك اقتله لكن هذا الرجل كان صاحب عقل لذلك شوف المأمون متى مات ونحن إلى الآن نتكلم في هذا الموقف إن قتلته فعلت مثلك مثل غيرك وإن عفوت عنه ليس أحد مثلك سبحان الله هذا الذي نريده أن الانسان يتعامل مع الله قبل يتعامل مع الآخرين وخذ الموقف الجميل هذا الذي حدث في أول خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عين عمر قاضي للمسلمين فكان عمر في كل يوم يذهب إلى المسجد ينظر في حاجات المسلمين وقضايا المسلمين واستمر سنة كاملة ومعد سنة جاء إلى الصديق وقال يا أبو بكر ليس لي حاجة في القضاء فقال الصديق أو من مشقة ابن الخطاب مشاكل كثيرة قال سنة كاملة ما حكمت بين متخاصمين الله أكبر المجتمع المدني سنة كاملة ما في مشكلة واحدة الله أكبر فقال الصديق لما هل خايف منك عمر اسمع المواصفات قال عرف كل ما له فأخذه وما عليه فأده كبيرهم يحترم صغيرهم صغيرهم يوقر كبيرهم من غاب منهم افتقدوه من احتاج منهم أعطوه من مرض منهم زاروه خلقهم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيما يختصمون الله أكبر هذا مجتمع الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم الكبير يحترم الصغير والصغير يوقر الكبير كل واحد عارف حدوده اللي لي أخذه اللي لك أعطيك إياه التناصح الأمر المعروف نهي عن المنكر واحد احتاج أعطيناه واحد غاب افتقدناه ففيما يختصمون المشكلة الآن بعض الناس في هذا الزمان يأخذ حقه وينظر في حق أخيه وأخته ليش يا أخي يأخذ حقه ولا يعطي الجار حقه لماذا طب أين ديننا أين أخلاقنا أين العدل يعني بعض الناس والله يشتكون بعض الناس أنه فلان يوصف بالدين والتدين والصف الأول وتكبيرة الإحرام لكنه يؤذي جيرانه يعني يتكلم عليهم يؤذيهم حظما في سياراتهم وفي كذا طب أين الدين أين الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بالأموال الكثيرة لكن تؤذي جيرانها قال هي في النار وذكر له صلى الله عليه وسلم امرأة لا تصلي إلى المكتوبة ولا تصوم إلا الفريضة ولا تتصدق إلا بالشيء القليل لكنها لا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة إذن الدين ليس فقط صلاة وصيام وصدقة لا صيام وصلاة وصدقة وأيضا خلق حسن أدب تعامل مع الآخرين وخاصة خاصة الآخر بمعنى الطرف المقابل سواء كان مسلم أو غير مسلم هناك أخلاق تضبط ردود أفعالنا تعال لنا شيخ نواصل هذه الأصراف لأنها هي كثيرة سواء كان كما تفضلت مسلم أو غير مسلم سواء كان الوالدين الأبناء الجار الزميل في العمل وغير ذلك أستذنكم إن شاء الله فاصل قصير ونواصل وإياكم مشاهدين الكرام فبقوا معنا إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم أمي وابي أغلى الناس وهما تاج فوق الراس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرة دعماني إذ صرت كبيرة دعماني إذ صرت كبيرة تعبا جدا في تربيتي في تعليمي في معرفتي في تعليمي في معرفتي منحاني عطفا وحنانة وهباني سكنا وأمانا منحاني عطفا وحنانة وهباني سكنا وأمانا أمي قد تعبت في الحمل وهنا حملته على وهني كم عانت لما ولدتني وبإرضاعي في الحولين بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحساني ربك وصى بالإحساني برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحناني وجناح الذل اخفض لهما لطفاً مع عطف وحناني إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا أتناول قيمة التأدب مع الناس ونذكر الأخوة والأخوات بالسؤال التفاعلي بحلقة اليوم الذي يقول أكتب قصة مؤثرة في الأدب مع الوالدين حياكم الله مجدداً دكتور موفق ونحن نتحدث اليوم عن الأركان عن الأخلاق والآداب هناك أركان أربعة ذكرتها لي قبل الحلقة عن مهمة جداً في بناء الأخلاق والآداب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأخلاق في تصوره أربعة أركان الركن الأول الأخلاق مع رب العالمين وهي كثيرة التقوى الخشية المحبة الخوف الرجاء الإنابة الافتقار الانكسار المراقبة يعني هناك أخلاق كثيرة يحتاجها ربنا آسف ليس يحتاجها بل تجب علينا لربنا سبحانه وتعالى هذه الأخلاق كثيرة جداً وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين وابن تيمي رحمه الله في كتاب التحفة العراقية وغيرهم ممن تكلم في أعمال القلوب لكن أنا في ظني أن هناك خلق إن جاء جاءت كل الأخلاق تسعى خلفه كل الأخلاق التي تجب منا لربنا عز وجل تأتي خلف هذا الخلق أهلك تقول ما هو هذا الخلق هذا الخلق هو خلق الحياء الله إذا جاء خلق الحياء في قلب المسلم جاءت كل الأخلاق التي تلزمنا لربنا تسعى خلفه إذا جاء الحياء في القلب جاءت التقوى جاءت الخشية جاءت المراقبة جاءت المحبة جاء الخوف جاء الافتقار جاء الانكسار جاءت المراقبة لله سبحانه وتعالى إذن جاء التوكل على الله سبحانه وتعالى إذن الحياء الذي يقول صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة قالوا يا رسول الله إننا نستحي من الله قال من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياة أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن هذا الخلق عظيم جدا أن تراقب الله في السر قبل العلم تستحي من الله تعلم أن الله مطلع عليك ينظر إليك يعلم حالك وهو قريب إليك حينما تستحي من الله حينئذ ستنضبط كل أمورك أحيانا يولد الهمة العالية يولد كل شيء فالحرص مثلا على الصف الأول في المسجد يا أخ الكريم حينما تستشعر معية الله لك ونظر الله إليك وقرب الله منك وعلم الله بدقائق حياتك وثواني زمنك حينئذ ستنضبط حتى الطرف ينضبط حتى الخاطر في القلب ينضبط لذلك قلت لما يأتي الحياة من الله يأتي كل خير بعد ذلك تحفظ الرأس وما وعى هذا الرأس ما فيه البطن وما حوه لا يدخل إلا حلال تذكر الموت والبلا ستغادر من هذه الدنيا ثم قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا الدنيا ما قيمة أمام الآخرة يقول صلى الله عليه وسلم إن مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم في البحر فلينظر بماذا يرجع الدنيا منذ أن خلقها الله عز وجل إلى قيام الساعة ذلك الذي يعلق بإصبعك من البحر وأما الآخرة فهي البحر لا مقارنة إذن هذا الركن الأول ويحتاج إلى حلقات ما هو إلى دقائق لا إلى حلقات نتكلم في هذه الأنواع لكن أردت أن نبين الركن الأول أخلاقنا مع رب العالمين يتصدرها الحياة إذا جاء الحياة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الحياة لا يأتي إلا بخير لا يأتي إلا بخير هذا واحد الركن الثاني من أركان الأخلاق والآداب الأخلاق والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم له منا أخلاق كثيرة ماذا أقول عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه التأسي به صلى الله عليه وسلم نشر دينه و دعوته توقيره احترامه تبجيله صلى الله عليه وسلم تعزيره صلى الله عليه وسلم طيب في أشياء كثيرة لكن هناك خلق في ظني لو جاء جاءت كل الأخلاق تسعى خلفه ما هو هذا الخلق أقول خلق حب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة اللهم صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة جاءت كل الأخلاق تسعى خلفه إن المحبة لمن يحبه مطيعه طيب بس دكتورنا نوضح المحبة الصادقة ممكن يقول الحمد لله أحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة ليست الدعاء و ليست زعم و ليست وشاح ولا طوب المحبة الصادقة يقول الله عز وجل في محكم التنزيل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم المحبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصاحبها اتباع له فأنها محبة مزيفة نعم كما قال الأول تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيعه و لذلك أعود فأقول متى ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة فإن ذلك يدعونا إلى كل خير مع رسولنا صلى الله عليه وسلم سنتأسى به و نقتدي به و نصلي كما كان يصلي و نحج كما كان يحج و نقوم الليل كما كان يقوم الليل و أخلاقنا تحسن كما كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم سنمشي في هذا الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى المحبة المحبة هي دافع داخلي ومن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى في البيع والشراء في تعامله مع أهله مع جيرانه مع الأطفال كما قلت لك متى ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسين به في كل صغيرة وكبيرة يعني رسول صلى الله عليه وسلم كم أوذي من جيراني كم أوذي من قريش كم أوذي من اليهود لما دخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام معه جيش عشرة آلاف مقاتل منتصر منتصر ولذي يقرأ التاريخ الإنسانية يرى أن أكثر لأن كل من يدخل بلدا فاتحا أول ما يبدأ بكبار القوم فيقتلهم ويحصدهم هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال وتلطف معه أولا دخل مكة متواضعا متاطع الرأس لله عز وجل ثم قال ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابنوا أخ كريم شوف الآن ما من تقام صلى الله عليه وسلم فاعلوا وفاعلوا فاعلوا وفاعلوا قال لا تثريب عليكم اذهبوا فأنتموا الطلقاء هذه الكلمة كانت كفيلة بأن تدخل معظم قريش إلى الإسلام أسمي الطلقاء مسلمة الفتح كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبغض الناس إليه فلا يخرج من عنده إلا وهو أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام والقصة في هذا كثيرة كثيرة يعني ثمامة بن أثال هذه قصة بحد ذاتها معجزة هذا ثمامة بن أثال رضي الله عنه كان ملك بملوك اليمامة وكان يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلهم صبرا تعذيبا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه ويشاء الله عز وجل ويقبض على ثمامة ومحرم العمرة أراد الصحابة أن يقتلوه لكنه فعل بالمسلمين مصائب كثيرة فحمل إلى رسول الله ليقتل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى عليه الصلاة والسلام ما بعث معنفا ولا منتقما أو ما قال أربطه في ساري من سوال المسجد وثلاثة أيام يمر عليه ما وراء كهى ثمامة وملك قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن تريد مالا بدلناه لك شوف منطق الملوك ما هو خايف أول يوم ثاني يوم ثالث يوم نفس السؤال نفس الإجابة ثالث يوم قال أطلقو ثمامة الصحابة فوجئوا هذا الذي فعل قال أطلقوه النبي رادا يرى الصحابة كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من المسجد وذهب إلى بستان قريب فاغتسل ثم جاء ودخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله أنك يا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ما كان دين أبغض إلي من دينك فدينك أحب الدين إلى قلبي والله ما كانت بلد أبغض إلي من بلدك فبلدك أحب البلاد إلى نفسي والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك فوجهك أحب الوجه إلى نفسي لو سألتني سؤال لماذا أسلم كيف أسلم هل وعظه رسول الله هل دعاه أبدا ماذا استخدم أكسير الأخلاق الأخلاق نواصل إن شاء الله معكم أستاذكم دكتور في هذا الفاصل القصير ثم نواصل وإياكم مشاهدين الكرام فابقوا معنا إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم فوائد ومسائل هل الإمام الذي يقول الله أكبر أو الله أكبر لا تصح الصلاة خلفه لأن تكبيرة الإحرام غير صحيحة وهي ركن من أركان الصلاة أولا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر قال ابن قدامة والتكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أو سهوى وهذا قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير ثانيا صيغة التكبير معروفة وهي الله أكبر فإن حرفها تحريفا يغير المعنى بطلة صلاته ومن ذلك قول بعضهم الله أكبر قال ابن قدامة ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد فإن فعل بحيث تغير المعنى مثل أن يمد الهمزة الأولى فيقول آه الله فيجعلها استفهاما أو يمد أكبر فيزيد ألفا فيصير جمع كبر لم يجز لأن المعنى يتغير به وأما قول بعضهم الله أكبر بقلب الهمزة واوى فلا تبطل به الصلاة لأنه صح في اللغة إبدال الهمزة واوى مثل تأكيد وتوكيد قال القرافي وأما قول العامة الله أكبر فله مدخل في الجواز لأن الهمزة إذا وليت الضمة جاز أن تقلب واوى وقال ابن عثيمين وأما ما يقوله بعض الناس الله أكبر فيجعل الهمزة واوى فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تبطل به الصلاة وأما إذا قال الله أكبر بواو زائدة بين لفظ الجلالة وأكبر فاختلف فيه العلماء فذهب الشافعية والحنابيلة إلى أن التكبير يبطل لأنه لحن يغير المعنى قال النووي فإن قال آه الله أكبر بمد همزة الله أو بهمزتين أو قال الله أكبر أو زاد واوى ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره وقال ابن قاسم في حاسية الروض فيما لا يصح من التكبير أو زاد بين الكلمتين واوى ساكنة أو متحركة وذهب المالكية إلى أن ذلك لا يؤثر قال الخرشي وكذلك لا تبطل لو جمع بين الهمزة والواوي فقال الله أكبر ثالثاً تبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام بسبب ظاهر واضح لا يخفى عادة على المأمومين واستمروا على متابعته في الصلاة والاقتداء به كما لو ترك استقبال القبلة وستر العورة أو ترك تكبيرة الإحرام أو ترك قراءة الفاتحة في صلاة جهرية والذي يلحن في تكبيرة الإحرام لحناً جلياً يغير المعنى فكأنه لم ينطقها أصلاً قال ابن قدامة إذا اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام كالستارة واستقبال القبلة لم يعفى عنه في حق المأموم لأن ذلك لا يخفى غالباً بخلاف الحدث والنجاسة وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن فسدت صلاتهم نص عليه أحمد في من ترك القراءة يعيد ويعيدون وكذلك في من ترك تكبيرة الإحرام فوائد ومسائل إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وما زلنا متواصلين إن شاء الله معكم شيخنا تكلمنا عن أركان الأخلاق والأداب ذكرنا الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبله الأخلاق مع رب العالمين نعم وثم مع النبي صلى الله عليه وسلم أما الركن الثالث الركن الثالث ألا وهي الأخلاق مع الآخرين نعم وهذا أيضاً كما يقولون بحر لا ساحل له أخلاق كثيرة مع الناس أنت حينما تعامل مع المجتمع تحتاج كل خلق حسن يبدور منك وكل خلق سي يبتعد عنك طيب لو أردنا في هذه الحلقة أن نعدد ما نستطيع لأن الأخلاق كثيرة الأخلاق كثيرة التي يحتاجه الآخرين منك طيب لو قلت لي طيب كيف نضبط هذه الأخلاق كيف نتكلم عن هذه الأخلاق التي تضبط علاقاتنا مع الآخرين أقول لك أخي الكريم هناك قاعدة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ما هي معناها وسأذكر نصها معناها عامل الناس بما تحب أن يعاملك به عامل الناس بما تحب أن يعاملك به والنص ماذا يقول أد إلى الناس ما تحب أن يؤدوه إليك لو كل مسلم ومسلمة أخذ هذا الضابط وأخذ هذه القاعدة في حياته أن ضبطت أخلاقنا وأدابنا وتعاملاتنا مع بعضنا البعض أد إلى الناس ما تحب أن يؤدوه إليك تحب الناس حبوك أحبهم أن يحترموك احترمهم أن لا يغشوك لا تغشهم أن لا يظلموك لا تظلمهم أن يعدلوا معك اعدل معهم أن يبجلوك ويقدروك افعل ذلك معهم أن يكون لك حظوة عندهم اجعل لهم حظوة عندك لذلك جاء شاب حديث مشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اذلي في الزنا شاب صادق لو لم يكن صادق ما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أن رسول الله يمكن أن يحلل أو يحرم من تلقاء نفسه فانتهره الصحابة قال لا دعوه فجاء بدأ يؤسس هذا للفر للشاب وللأمة أترضاه لأمك قال لا يا رسول الله جعلت في دائك قال وكذلك الناس لا يرضونه أترضاه لأختك قال لا يا رسول الله جعلت في دائك قال وكذلك الناس لا يرضونه أترضاه لعمتك لخالتك لقريبتك لابنتك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه شف النبي كيف قعد هذه القاعدة ثم وضع يده على صدره وقال اللهم هد قلبه وحص فرجه يقول الراوي فكاة الضعينة الضعينة النساء يمرون بهذا الشاب فلا يرفع طرفه إليهم هذا الذي نريده في مجتمعاتنا الإسلامية أد إلى الناس ما تحب أن يؤدوه إليك عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ولذلك هذه قضية مهمة جدا 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 بعض الناس يظلم من ناس وما أحد ما يحب أحد يظلمه مستحيل يسرق أموال الناس وما يحب أحد يسرق ماله مستحيل لأن الجزاء من جنس العمل هذه قاعدة ربانية كما تدينه تدان وهل جزاءه الإحسان إلا الإحسان لذلك المسلم من خلال هذه القاعدة يضبط حياته كلها أنت الآن ما تبقى أحد تجاوزك في الطريق العام بطريق خاطئ إذن لا تتجاوز الناس بطريق خاطئ أنت الآن ما تريد أن أحد يقضع الإشارة فيؤذيك كذلك أنت لا تقطع الإشارة وتؤذي الآخرين أنت الآن ما تريد أحد أن يضايقك في موقف بيتك إذن لا تضايق الناس في مواقف بيوتهم هذه أمثلة بسيطة بسيطة أنت تحب أن يجي يسلم عليك هش ويبش في وجهك افعل ذلك أنت معا إذن هذه قاعدة الأقلاق مع الآخرين يعني لا نريد أن نخش في التفاصيل أو ندخل في التفاصيل كما يقال لأنها كثيرة سبحانه الله كثيرة جدا الشيخ ممكن في السفر الأدب هناك في في كل أحوالنا في المجلس في البيع والشراء في أمور كثيرة حقيقة جدا جدا إذا أردنا أن نتلمس الأفراد أو المسائل المفردة الكتب يعني الكتب بيرتها في كتاب اسمه نظرة النعيم 12 مجلد هذا الكتاب بيشراء في الشيخ صالح بن حميد حفظه الله مجموعة قرابة 30 عالم العلماء الأمة أشرفوا على هذا الكتاب نظرة النعيم في أخلاقي وهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اجتمل هذا الكتاب على مئتي خلق حسن ندب إليه الإسلام واجتمل على مئتين خلق ذميم حذر منها الإسلام مبحوثة بأدلتها من القرآن ومن السنة ومن اللغة العربية ومن كلاف سلف الأمة أنا حقيقة أندب الناس إلى شراء هذا الكتاب أو تنزله من الشبكة العنكبوتية موجود موجود يمكن إلكترونيا فهذا إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل لكن القواعد دائما تجمع لك كل المسائل إذن إذا أردنا أن نتعامل مع الآخرين عامل الناس بما تحب أن يعاملك به أنت مع زوجتك تريد من زوجتك أن تحترمك احترمها أن تقدرك قدرها أن تتفانى في محبتك تتفانى في محبتها وهكذا الحياة مع الآخرين مع جيرانك مع رجل في الشارع غريب يا أخي تحب أن يسلم الناس عليك بادرهم بالسلام أو كبير في السن ما يعرف الشاهد نعم نستطيع من خلال هذه القاعدة أن نضبط سلوك المجتمع والفرد والأسرة عامل الناس بما تحب أن يعاملك به أو أد إلى الناس ما تحب أن يؤدوه إليك بقي لنا الركن الأخير الركن الأخير الأخلاق مع النفس وهي كثيرة الأخلاق مع النفس كثيرة تحتاج ضبط لكن أيضا كما قلت في السابق أقول في هذا الركن هناك خلق إذا جاء جاءت كل الأخلاق تسعى خلفه كل الأخلاق تسعى خلفه سبحان الله يا ترى ما هو هذا الخلق هذا الخلق هو خلق الصدق بالمناسبة كم بقينا من الدقائق تقريبا خمس دقائق خمس دقائق جيد عشانا نضبط نعم المادة العلمية خلق الصدق سبحان الله الصدق بعض الناس يظن أنه فقد الصدق في الكلام وفي الموعد نعم لا لا الصدق في كل شيء الصدق في العبادة الصدق في الطاعة الصدق في الدعاء الصدق في البيع والشراء الصدق حتى في المشاعر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الأمة إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة شوف درجة الصديقية تبدأ بالصدق في الكلام يا الله طيب الله سبحانه وتعالى لما ذكر الثلاثة الذين خلفوا طيب هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم كعب ابن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع ماذا قال بعدها مباشرة قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نحن نحتاج صدق في كل شيء حتى في الدعاء بعض الناس يدعو ما هو صادق تقول لي كيف ما هو صادق يدعوه غافل وهو لاهي النبي صلى الله عليه وسلم ما يش يقول من سأل الله الشهادة بصدق شوف الضابط بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه يا الله إذن الصدق ليس فقط في الكلام والموعد لا الصدق في كل شيء حتى في المحبة يخي كن صادقا طبعا ما أجبلك أنك تحبني لكن خليك صادق معايا في مشاعرك أعطيك مثال لما قتل زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه زيد بن الخطاب أخو عمر كان من أحب الناس إلى عمر رضي الله عنهم جميعا أسلم قبل عمر هاجر قبل عمر استشهد في اليمامة من حب عمر لزيد رضي الله عنه يقول والله ما هبت الصبا إلا وشممت ريحة زيد الصبا الريحة تأتي من المشرق فمن حب عمر رضي الله عنه لزيد يقول ما هبت الصبا إلا وشممت ريحة زيد سبحانه يشاء الله عز وجل ويسلم قاتل زيد والإسلام يجب ما قبله فلما رأاه عمر قال أنت قاتل زيد قال نعم و أحمد الله الذي هداني للإسلام خلاص عمر ما نحج عليه لكن عمر بشر قال والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم الأرض ما تحب الدم حط عشرين لتل فوق الأرض ما تنزل في الأرض حط نصر لتل موية تنزل في الأرض قال ما لا ينزل فمعروف عند العرب هذا المثل والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم فالرجل رد على عمر قال يا أمير المؤمنين أبغضك هذا يمنعني حقا حقه الله لي قال لا هنا الضابط شوفوا الأخلق قالوا لا ما يمنعك حق قال لا ضير إنما يبكي على الحب النساء تعجب من عمر ولي تعجب من هذا الرجل يقول لا أنا ما أمنعك حقا حقه الله لك غصبا عني تأخذه قال أيضا لا ضير إنما يبكي على الحب النساء شوف عمر وصدقه رضي الله عنه الرسول قبل ذلك كنت أقرأ اليوم أيضا في سيرة حمزة رضي الله عنه فلما جاء وحشي وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت وحشي قال نعم قال حدثني كيف قتلت حمزة فبدأ يقص له القصة وثناياها وما الذي دفعه لقاتل حمزة والرسول يتذكر حمزة ويتألم شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداء لكنه بشر إيش قال الحمزة قال غيب عني وجهك غيب عني وجهك لا تريني لا أشوفك لقاتل حمزة نعم حصول بشر إذا رأاه رأى تذكر حمزة وما فعل به لكن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني وبخه ما قتله ما أرهبه قال بس غيب عني وجهك لا أراك صدق في المعاملة هذا الذي نريده في المجتمع المسلم أن الإنسان يكون صادق في كل صغيرة وكبيرة نعم بارك الله فيك لعلنا نختم أقرأ بعض التعليقات التي وردتنا عبر سؤال التفاعلي هذا الأخ يقول نتأمل في قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي يعني في هذه إلى تكملة هذه الآية كذلك الأخ عثمان من السودان يقول سؤال لفضيلة الشيخ التوحيد أولا أم الأخلاق معا الذي تابع مانا الحلقة يعرف الإجابة أن التوحيد من أعظم واجباتنا لله عز وجل من أعظم الأخلاق التي يجب علينا أنت كمسلم الذي خلقك وأوجدك من عدم وأسبق عليك وافر النعم وكبرك من صغر وعلمك من جهالة وهداك من ضلالة من أوجب الواجبات عليك لو قلنا خلقا أن توحدها ولذلك من الأخلاق الحسنة التوحيد التوحيد أعظم حسنة نلقى بها الله لذلك لماذا قال ما من شيء أثقل في ميزال العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق فحسن الخلق يدعوك إلى أن توحد الرحمن سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم هذه الأخت أيضا من فرنسا تقول جزاكم الله خير على هذا البرنامج ونحتاج لمثال هذه القيم وأنا فعلا أشتغل مع الدولة في فرنسا ومعاملتي معهم طيبة ويحترمونني ويحترمون لباس الشرعي ذلك بفضل الحسن الخلق ثم الدعوة أيضا هذا سائل يقول كيف يمكن التعامل مع الأهل الذين يزورونك ببيتك ويغتابون الناس هذه قضية مهمة أن تبين لهم خطورة هذا الفعل وأنه من الكبائر وأنكم لا ترضون أن يفعل بكم ذلك لا ترضون أن يغتابكم بالناس وتبين لهم أن الذي يغتاب الناس فإن حسناته تجير لهم خير أنت تتعب تصوم وتصلي وتتصدق وكذا وبكل بساطة تجير أعمالك لغيرك ما ترضى هذا لذلك لازم تذكرهم وأنت ما ترضى هذا لنفسك أن يغتابك الناس ولذلك هذه قضية مهمة قضية التناصح لأن المغتاب إذا إنسان جلس في مجلس فيه غيبة ولم ينكر كان شريكا لهم في الإثم وعياذ بالله نعم نختم بسؤال مهم حقيقة في آخر دقيقة كيفية تعزيز التأدب مع الناس كيف نعززها في الأبناء دائما عندي قاعدة أنه تربية بالقدوة ابنك قد يسمع منك كلام لكن قد لا يتقبل هذا الكلام منك لكن لما يراك تقوم بهذا الفعل مهم جدا لذلك بعض الأسر الزوج والزوجة تحدث بينهم مشاكل في غرفة النوم ما يخرجونها في الصالة ولا يخرجونها أمام الأبناء أبدا قدام الأبناء سمن على عسل فإذا دخل غرفة النوم تشاكوا تخاصموا تعاتبوا لكن أمام الأبناء لا وهذا الذي نريده الأبناء لا يرون منا إلا كل خلق حسن أدب سمت صدق حتى لا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى مرأة تقول لطفل الصغير تعال أعطيك فقال لها أكنت معطيته قالت نعم قال لهم تعطيه لكنت متعليك كذبة تشوف حتى الصغير إذن من أهم الأمور في تعزيز جانب الأدب والأخلاق القدوة أن يراك أهلك ما يدق عليك الجوال أو التليفون أبوك موجود لا قل له ما هو موجود أبوي يقول لك ما هو موجود مشكلة فيتربى الإبن على هذه القضية لا 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 بد للأبناء أن يتعاملوا أو الأهل البيت أن يتعاملوا مع أبناء تعامل القدوة بعض الناس يكون مدخن يقول له لا تدخن مستحيل لازم يفعل مثلك بذلك نشوف بعض الصغار يشوف أبو أمه أو أبوه يصلي ويسجد يقلده وهو صغير ما يعرف الصلاة لكن التقليد خلاص تربية بالقدوة وبذلك التربية بالقدوة مهم جدا جدا في تعزيز هذا الجانب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا على هذه الحلقة الماتعة حقيقة وشاهدين الكرام لا يسعنا في ختام هذا اللقاء اللي نتقدمه بالشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ الدكتور موفق بن عبدالله كدسة ونشكركم على حسن المتابعة إلى لقاء قادم بالذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأخلاقنا نرتقي والقيم بهذابنا وبحسن الشيم بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم لعانى إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم ترجمة نانسي قنقر